عايز اتكلم عن تجربة مجدي طلبة في اليونان وخاصة ان انا عارف ان هو كان ليه حكاية يعني ايه الحكاية وازاي وهو طبعا ليه جمهور كبير جدا لا يا كابتول مجدي طلبة صلو حكايته يعني جميلة جدا هو كان بلعب في نادي زنالك وكان وقتها المدرب مش عايزه راحوا يعمله معسكر في رومانيا اللي استعداد للموسم الجديد فكان نادي باوك اليوناني معسكر في نفس المكان فقالوا عايزين اللعيب يكمل التقسيمة في نادي باوك في التمرين باوك قالوا خدوا مجدي طلبة احنا يعني هو مش اساسي معانا النهاردة فراح لعب المدرب كان روب ياكوبس ومدرب هولندي قالوا انت بتكلم الكورة تعالى انا عايزك راح وخلص مع نادي الزمالك قالوا احنا مش عايزينه اوكي خدوا اتفضل بدأ من هناك انطلاقة يعني هو بيسمول حد النهاردة مارادونا اليونان وبيسمول فرعون هناك علشان مصري وهو اول لعيب يحترف في اليونان في دوري الممتاز وبعدين عمل معهم انجازات يعني فهو من النمازج اللي قدرت تتأقلم بسرعة وهو اللي فتح الباب للمصريين بقى ان هم يحترفوا في الدوري اليوناني بعد كده يمكن لما بيروح لعيب مصري اليونان بيقولوا هيبقى زي طلبة ولا لا لحد النهاردة شعبيته كبيرة جدا هناك